السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني النحالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاص سأرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجابر والنحل القناة التعليمية ما زال كثيرا من الإخوان النحالين يتساءلون حول شراسة النحل ما هي الأسباب وما هي المؤسببات التي أدت إلى الشراسة المفاجئة هناك أمور كثيرة تسبب الشراسة منها سواء الغذاء أو الدواء أو المخزون الاستراتيجي والدفاع عنه وكذلك الحضنة وما إلى ذلك داخل الخلية هل نعتبر ذلك شراسة طارئة أم شراسة مؤقتة أم صفة دائمة موضوع مهم يتطرق إليه الأستاذ رشدي زريقي من فلسطين تكون معنا الشراسة في النحل تنقسم إلى قسمين الشراسة الطارئة والشراسة المتأصلة في النحل الشراسة المتأصلة في النحل ليس لها أي علاج خلص يعني هذا النحل الشرس شرس مهما عملت له دخنت عليه ما دخنت عليه غذيته ما غذيته إلا يكون فيه نسبة شراسة عالية لا يمكن تقدر تكترب منه أو ما بتقدر تدخل المنحل إلا بعد ما عندك توفر خافة الاحتياطات اللازمة بينما النحل الهادئ هو هادئ في طبيعته ولكن ربما يطرق عليه ظروف يصبح يميل إلى الشراسة قليلاً ليس شرس يعني بتدخل على المنحل العادة تمشي بتتجول ربما تفتح خلية إلى آخره والنحل لازال هادئ فالنحل الهادئ هادئ يعني إلا فيه ظروف اضطرارية سنتكلم عنها فيما بعد المقاييس العالمية يا إخوان يعني بقيسوها من واحد إلى خمسة الخمسة بتكون هي نحل الشرس جداً يعني لما بدك تفتح على الخلية بتكون لابس مثل تبعين الفضاء ما بده يكون في لباسك ولا أي فتحة تسمح بمرور نحلة وحدة لأنه إذا كانت فتحة تسمح بمرور نحلة وحدة مجرد ما دخول أول نحلة على جسمك ولدغتك أو لسعتك آآ رائحة السم هذا اللي بتفوح من هذه المنطقة ستجلب مئات النحل إنه يهاجبك من هذه المنطقة وبالتالي لازم يكون لباسك تتفقده باستمرار قبل الدخول إلى هذه المناحلة الشرسة اللي بتحمل رقم خمسة اللي بستورده ملكات بتكون مع الملكات شهادة من ضمن هذه المعلومات الموجودة في هذه الشهادة اللي هي درجة الشراسة فبتكون درجة الشراسة مثلاً حاطين لك واحد أو اثنين صفر ما فيه يعني ما فيه إننا نقول الشراسة صفر بمعنى إنه ممكن أنك أنت تتعامل مع النحل كأنك تتعامل مع ذباب مثلاً لا يمكن تلدغك هاي وكذلك يعني نقول نقول إحنا الصفر يعني الشراسة صفر مش موجودة ولا في أي سلالة من سلالات النحل النحل العسل هنا أقصد مهما يكون النحل هادي إنه ربما أحياناً يعني يتعرض النحل إنه لدغة أو شيء إذا ضغط على النحلة أو ربما يعني حركة مش طبيعية صوت مش طبيعي النحلة تطير فجأة وتهاجم النحال فلما نقول إنه النحل هذا درجة الشراسة فيه واحد فبإمكان النحال في هذا معنى ذلك إنه بإمكان النحال إنه يفتح الخلية طبعاً بهدوء ويتفقدها بدون استخدام لا مدخم ولا لباس يعني لا بيلبس كفوف ولا بيلبس قناع ولا بيلبس أي شيء ولكن ممكن أن يفتح على الخلية هذا ويتفقدها وهو كما هو بدون تدخين نهائياً رقم اثنين يعني بقدر النحال يفتح على نحله ويدخن التدخين بسيط إنت زي ما تفضلت كله التدخين الزائد عن الحد يؤدي إلى زيادة السلوك الدفاع عند النحل كلام سليم مية في المية فالتدخين بده يكون تدخين معقول يعني ما بدنا نخنق النحل اللي إحنا ونضايكه كثير لكن بدنا نخليه يلتهي في أشياء أخرى يعني ينسانا شوي فهذا رقم اثنين يعني بكون درجة الشراسي في رقم اثنين إنه أنا بقدر أفتح على النحل وأنا مكشوف ولكن باستخدام التدخين رقم ثلاث مثلا بكون بده أنا ما بقدر أفتح على النحل إلا لما أكون مثلا لابس قنع إيدي بتكون مكشوفة ما فيش داعي لباس طويل وإلى آخرها أو حذاء طويل وإلى آخره وهكذا تدرج الأمور حتى نصل إلى درجة خمسة من الشراسي هنا نعود لنتحدث عن أسباب الشراسي الطارئة طب يعني في نحل بكلك أنا يا أخي يعني متعود إني أفتح على النحل بجرد بس بس أخدم المدخن وأتدخين بسيط وبفتح على النحل ولكن فجأة واحدة وإلا النحل أنا دخلت على المنحل النحل بدأ يهاجم فيي بدون نسلة أفتح على النحل ولا شيء طب شو اللي صار في هذه الحالة يعني في أشياء حدثت يعني بخلت النحل هنا يفقد عصابه من ضمن هذه الأشياء وهذه النقطة ركز عليها الأستاذ أبو عرب إنه يعني خلين نقول التغذية الاستراتيجية نقصت عن الحد في الخلية يعني النحل أحيانا بيفتح هذا الخلية بيكون موجود مثلا على بعض الزوايا في الإطارات قليل من الرحيق وبقية الإطارات فيها إما حضنة أو فيها حبوب لقاح إلى آخرين والرحيق قليل فهنا النحل بقول حريص جدا إنه ما يسمح لحد إنه يلمس هذا الرحيق وإنه يأخذ منه فإذا كان الرحيق قليل وفي عنده حضنة وفي عنده حبوب لقاح وعنده أمور زي هيك والنحل بحاجة ماسة جدا إلى هذا الرحيق الموجود فإذا فتحت هذا الخلية في هذه الحالة ستجد إنه ردة الفعل عند النحل ارتفعت وارتفعت لمستوى عالي فهنا منقول إنه النحل يعني انخفض المنسوب الاستراتيجي عنده إلى الحد الأدنى وبالتالي أصبح يميل إلى الشراسي في هذه الحالة يكفي إنه تقدم لتغذية يعني خلين نقول بكميات مناسبة يعود النحل إلى طبيعته مرة أخرى يعني بعد ما تقدم لتغذية وترجع ثاني يوم بتلاقي النحل إنه هدئ مرة ثانية هذه إذن منقول إنه الجوع إلى مرحلة ما دون المخزون الاستراتيجي للنحل تؤدي إلى شراسة مؤقتة كذلك الأمر أخواني الكرام يعني ممكن فيكون في الجو في رائحة أنت لا تستطيع كنحال إنك تميزها ولكن النحل بميزها لأن حاسة الشم أقوى بمئات المرات من حاسة الشم عند النحال أو عند الإنسان فربما مثلا نكون أحد المزارعين في المنطقة اللي أنت موجود فيها رش مواد كيموية رائحة هذه المواد الكيموية مزعج جداً ربما يعني أحد المزارعين أيضاً جاب زبل أو مخلفات الحيوانات أو الدواجن وخصوصاً اللي بتكون رطبة ووضعها في أرض قريبة منك وهذه الرائحة انتشرت في المنطقة كلها والنحل يعني مزعت جداً أو مزعت جداً من هذه الرائحة وبالتالي هو يبحث عن مصدر هذه الرائحة اللي يتخلص منها فأي شيء متحرك في هذه المنطقة بيعتبروا أنه هذا مصدر الرائحة وبالتالي يحاول أن يهاجم هذا الشيء المتحرك ويبعدوا عن المنطقة كذلك الأمر أخواني الكرام ممكن يكون في مثلاً مصنع موجود في المنطقة مصنع كيموية وهذا المصنع كيموية تنبعث منه غازات وهذه الغازات بتسبب إزعاج للنحل ربما بتقول مثلاً مصنع قريب مني ولكن هذا المصنع موجود يعني قليل يعني ما بصير عندي شراسة طارئة لكن نقول لك في هذه الحال يا أخي الكريم أنه هذا المصنع أو خلينا نقول هذه الرائحة تنتقل باتجاهات الرياح فإذا كان في رياح تيجي من جهة المصنع على هذا النحل وجلبت معها هذه الروائح والروائح هي عبارة عن نواد كيموية منتشر في الجو إذن إذا وسط هذه الرائحة للنحل أو المواد الكيموية هذه المزعجة للنحل سيصبح النحل ذات طبيعة شرسة كذلك الأمر أخواني الكرام يعني محاولة المهاجمة أو السرقة أو سميتها إذا في مناحل قريبة منك أو ممكن أن النحل عندك هو نفسه يكون في بعض الخلايا مثلا ضعيفة وفيها كميات من التغذية أو العسل وفي خلايا قوية وعند حضنة قوية واستهلكت جميع الغذاء اللي موجود عندها فهنا تلجأ إلى محاولة السرقة من هذه الخلايا الضعيفة فربما تكون السرقة غير ظاهرة يعني أنت تروح تشوف في النحل ما بتشوف النحل فيه عنده هجوم أو خلايا مهاجمة هجوم عنيف وبشكل مباشر ولكن ربما بعض النحل بحاول أنه يدخل على الخلايا الضعيفة وبالتالي يستفز النحل بعضه ويبدأ في الاكتتال وربما في هذه الحالة بترتفع نسبة الشراسي في الخلايا الضعيفة والقوية معا لأنه يعني مجرد ما ظهرت ظاهرة المهاجمة أو السرقة في النحل فبتبدأ تظهر ظاهرة الشراسي القوية في النحل في كل الخلايا لذلك لابد من أنه إحنا نعمل على التخفيف من ظاهرة السرقة أو المهاجمة بحيث أنه ما نغذي خلايا ونترك خلايا والتغذية تكون متوازية بالنسبة بما يحتوي الصندوق من كثافة نحلية يعني بدنا نغذي النحل تغذية بحيث أنه لما تنتهي هذه التغذية تنتهي في كل الخلايا تقريبا في وقت واحد زي ما إحنا أضفنا التغذية في وقت واحد لازم تكون إحنا انتهت في وقت واحد يعني الخلية اللي فيها مثلا خمس إطارات نحط لها لتر الخلية اللي فيها عشر إطارات مثلا نحط لها لترين في هذه الحالة يعني بتكون تقريبا النحل انتهى من سحب التغذية في وقت واحد وتمت السيطرة على ظاهرة السرقة وبالتالي التخفيف من حدة الشراسي المؤقتة أما إخواني الكرام وأنا بحكي هنا وأحكي عن تجربة أنا في تقريبا يعني معظم أيام السنة لا أقدم التغذية إلا ممزوجي بالليمون وبمزوجها بالليمون على طريقة الأستاذ أبو عرب إنه هو يعني هذا ما نبهنا إله إنه إذا قضيف الليمون إطحن الليمونة كاملة كشرها مع بزرها مع كل محتوياتها في الخلاط طحن جيد ثم ضيف هذا المحلول السكري وهذا اللي أنا بأمل عليه إن شاء الله باستمرار فما بقدم التغذية السكرية إلا بضيف إليها الليمون سواء كان في فصل الصيف في الشتاء في الخريب في كذا لا أقدم التغذية إلا موجود فيها الليمون إذا ما بدي أحط ليمون ممكن أحط زنجبيل ممكن أحط زعتر ممكن أحط منقوع الكرفي منقوع الكركم إلى آخره أما دائما يعني إلا يكون في إضافة لهذا المحلول السكري رغم استخدامي الدائم للليمون إلا إني لم ألاحظ أي شراسي طارئة باستخدام الليمون نهائيا إلا في حال وحدي مثلا إذا جهزت العصي أو جهزت المحلول السكري في الملحة نفسه وانتشرت دائحة التغذية مع الليمون في المنطقة هذه الرائحة تصل إلى مناطق ربما أو تمتد إلى مسافات النحل يستطيع تمييزها عبر مسافات طويلة ولكن الإنسان لا يستطيع أن يميزها حتى عن بعد متر الرائحة هذه رائحة الليمون تجلب نحل إذا بقت مفتوحة عند النحل لفترة ساعة مثلا أو مساعة إذا بقت مكشوفة ربما تجلب نحل كثير من نحل متجامم قريبة أو من نحل مارر من هذه المنطقة بالصدفة وبالتالي النحل هذا يصل إلى المنحل وانت عندما تبدأ بتغذية النحل النحل هذا اللي تواجد بالصدفة أو شم رائحة الليمون ووصل لمنحلك من منحل آخر سيحاول أنه يدخل إلى الخلايا هذه للحصول على هذا المحلول السكري الشهي جدا بالنسبة للنحل وبالتالي بصير عملية اكتتال أو ما نسميه بعملية المهاجمة أو السركة وهنا ستشعر أنه النحل صار فيه عنده شراسي لكن مش نحلك اللي صار فيه عنده شراسي النحلك يعني ظلوا هادئ إذا كان هادئ من الأساس سيبقى هادئ ولكن اللي حولوا إلى النحل خادي نقول صار فيه عنده نسبة الشراسي رتفعت مثلا من درجة واحد إلى درجة اثنين أو من درجة اثنين إلى درجة ثلاث هو وجود النحل المهاجم واللي بحاول أنه يدخل لخلاياك هذه ويسرك من هذا المحلول السكر اللي أنت أضفته لكن مش لأنه نحلك تغذى على الليمون أصبح هو نحل شرس أو نحل عدواني كمان فيه إخواني الكرام فيه نقطة بتحدث عنها العلماء والمهندسين أنه فيه بعض الأزهار تنتج رحيق تؤثر على هدوء النحل يعني إذا تغذى النحل على هذا الرحيق يصبح عنده شيء من الشراسي هذه النقطة أنا بصراحة يعني مش متأكد منها ولكن نقولها كما يقولها العلماء والخبراء والمختصين لكن أنا ما لاحظتها عندي في منطقتنا أو في مناحلنا ربما هذه الأزهار موجودة عندنا لكن ربما في مناطق ثاني في بعض هذه الأزهار التي تؤدي إلى إذا تغذى عليها النحل تؤدي إلى ارتفاع نسبة الشراسي أو السلوك الدفاعي هذا والله أعلم تحياتي لكم جميعا أخواني الكرام واللي بشوف يعني فيه شيء خطأ في الحديث ياريت يصححنا هذا رأيي ولكن لا أقول أنه رأيي رأيي يعني صح ولكن يحتمل الخطأ ورأيي غيري خطأ ولكن يحتمل الصواب وهذا هو شعارنا في هذه المجموعة تحياتي لكم إخواني جميعا ونخص بالذكر هنا أستاذنا الكبير أبو عرب ترجمة نانسي قنقر